دخلينا نبدأ شخصيات دولية على حظها وأسهمها ارتفعت في 2021 وتتوقع إيه بالنسبة لها في 2022 شخصيات دولية أنا أبتدي بفلاديمير ببوتين بوتين شخصية شيء في أسطورية لأن تاريخه نفسه تاريخ رجل المخابرات اللي كان ماسك المحطة المركزية في ألمانيا الشرعية وجاه في لحظة معينة ما كانش عارف يكمل شغله وجدت على وقته سقط حائد برلين ودخلت ألمانيا الشرقية والغربية في دولة الاتحاد كل ده صنع منه شخصية قادرة على التعامل لأنه كان حاسس أن كبرياء روسيا بيوهان يعني أنك شايف أنه بوتين أسهمه بترتفع على مستوى السياسي الدولية؟ بالتأكيد أنه أعطى لروسيا قدر كبير جدا من الزخم والأهمية استعادت بها دورها وعادت روسيا الاتحادية إلى ما كانت عليه روسيا السوفيتية من بريستيج مش سياسات ولا حاجة أصبحت ندي قوي للغرب قادرة على أن تناطحهم يقول له ما تقربش من حدوده هنا أنت جاي عندي هنا فكران يا ليه لو عملت كده حعمل كده أنت اللي جايلي هو أنا اللي جايلك وكان من كم يوم عمل بيول كده هو أنا اللي رايح لهم اللي هو ما اللي جايلي يعني هو قادر على أنه يطرح قضايا تؤكد أنه رجل قوي لكن واخترع نظام ديمقراطي يجب مزيل له في العالم اللي هو يبدل مع واحده أنت عارف يجيبه واحد محلل انبريك كده في النص يعني قدرة برضو يعني شخص اللي دايه رؤى طويلة وشخص قوي شخص قوي لا يخلو من عنه فترة الرجل القوي اللي احنا عدنا بيها كان بوتين وترامب فترة الرجل القوي في السياسة الدولية اختفق رجل تراجعت تراجعت أستاذك اللي قال كده هيك اللي قالك ليس عصر النجوم اللامعة بتقل لغاية ديوقتي ما احنا جزي زمان لأنه في عصر ديجول ولا ستالين ولا خروتشوف لا إنما مع ذلك لما بيبرز زعامة معينة فترة معينة لابد أن تلفت نظرنا بالعكس تلفت نظرنا أكثر نتيجة اختلفاء النجوم اللامعة من حولها بايدن شخصية أسهمها ارتفعت ولا هبطت لا هبطت جدا لأنه يعني واضح أنه هو جاي كده كأنه جاي الرئيس مرحلي وبرضو ظروفه الصحية والعمرية برضو مأسرة وبعدين برضو أما ييجي واحد بينتقل من التشدد إلى المهادنة لا بأس لكن برضو موقفه مع إيران أدى إلى خدر كبير جدا من اهتزاز الثقة لدى الحلفاء وإحساسهم بأنه بيحاول أنه يعني يماين ويتراجع عن كثير من المواقف الحادة تجاه أنا مش معه ولا ضد لكن المنهج بتاعه منهج تصالحي وبعدين برضو حيبتد يرفع شعارات زي شعارات كارتر زمان اللي حقوق الإنسان وإحنا لا بأس ما حدش يقول لا بس دي مش القضية الأولى دي نتيجة قضايا أخرى سياسية واستراتيجية هريك قلت دلوقتي أنه التصور والتعامل مع إيران ده مش مريح للحلفاء ما أقصد بيهم منطقتنا ما أقصد بيهم الخليج ومصر وأوروبا أيضا هل هتفضل الحكاية دي معلقة في تصور حريك في 2022 الأزمة الإيرانية في المنطقة الانتقادات اللي جاي إلى إيران دلوقتي بشدة جاي من ألمانيا من فرنسا مش من الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل طبعا بتتنطط وعايزها تنتهز الفرصة وتعمل أي حاجة إسرائيل جات في لحظة وقالت سأتصرف حتى وإن كنت وحيدة يعني طبعا أنا أشك في خدرتها على هذا المسألة مش بالبساطة دي لعند برضو إيران دولة مش هافية والمسافات وعندهم برضو صواريخ بلاستية وعندهم خضر كبير جدا مما يمكن أن يزعج إسرائيل ما هو مش المسألة أن أنت قادر على أنك تعمل فيه إيه هو قادر يعمل فيك إيه كمان مفهوم والزغير اللي تعمل عندك يبقى كبير عليك لأني طبعا